اشتركوا في القناة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها فسألت الزهري رحمه الله كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجه وبينا الرقى بالقرآن والمعوذات قلنا مقصد الإمام البخاري رحمه الله يعني استنادا لقول الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين من هذه المعوذات وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات عندما يأوي إلى فراشه الصورة كما تحكيها لنا عائشة رضي الله عنها أو كيفية التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة رضي الله عنها كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات وأنه بيجمع كفيه إلى فيه ثم يقرأ بقول هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ثم بيدفل في يديه وأنه يخرج رذاذ خفيف كده وأن هذا الرذاذ من لعابي الذي قرأ عليه القرآن يبدأ لعاب قرأ أو أجرة الكلمات على ذلك اللعاب فيمسح بها الوجه وما استطاع من بدني قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بيهما وجهه ثم كان الباب التالي باب الرقى بفتاحة الكتاب والباب أيضا التالي باب الشروط في الرقية بفتاحة الكتاب يبدأ الرقى بالقرآن والمعوذات ذكر آدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات يبقى في مرض الذي مات فيه ودي أيضا بيتبع الرقى بالمعوذات وثم افتتح الرقى بفتاحة الكتاب يبقى الرقى بالقرآن والمعوذات آدي رواية الأولى رواية عائشة رضي العنى بيانت هذا الأمر طيب الرقى بالقرآن منها آدي ذكر فتاحة الكتاب ذكر الرقى بفتاحة الكتاب يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومنزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأنها شفاء من الأمراض العضوية مش فقط من الشبهات والشهوات ولكن من الأمراض العضوية آدي الدليل هو يعني الرقى بفتاحة الكتاب قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رواية عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لضغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولنفعل حتى تجعلنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القريان أجمع مزاقه وأدفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأشألوه فضحك وقال وما أضراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بالشاء أيضا الترجمة التالية باب الشروط في الرقية بفتاحة الكتاب ذكر أيضا هذه القصة كما يرويها ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال ألفيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدم المدينة فقال رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يرقى بفتاحة الكتاب وكما بيّن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قصة أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي محايا العرب فلم يقرهم لم يضيفوهم وحق الضيف ده واجب حق الضيف واجب فبينما هم كذلك إذ لضغ سيد أولئك يبقى أولئك القوم منعوا أساسا أن يقرأ أولئك القوم منعوا أن يقرأ الصحابة منعوا هذا الحق حق الضيافة ولضغ سيد أولئك أولئك القوم فقالوا هل معكم من دواء أوراق فقالوا إنكم لم تقرون يعني لم تضيفون ولا نفعلوا حتى تجعلوا أنا جعلا يبقى أشترطوا عليهم أن يكون لك جعل يبقى جعل مقابل أن يقوم ذلك الراقي برقة هذا الردول فجعلوا لهم قطيعا من الشيء اتفقوا كذا يبقى لو راقوا هذا المريد وبارئ بإذن الله سبحانه وتعالى كان له ذلك الجعل كان له هذا الجعل فجعل يقرأ بأم القرآن وأجمع بوزاقه ويدفل يقرأ بأم القرآن وأجمع بوزاقه ويدفل فبرأ فأتوا بالشاء يبقى كما في مسألة المعاوذات يبقى جمع كفه إلى فيه ويقرأ بفتاحة الكتاب ثم بذق يبقى تفل في يديه وقالنا ماذا يدفل يبقى هذا الرقى الذي جرع عليه القرآن وبالتالي على ذلك فمسح ذلك الرجل فبرأه فأتوا بالشاء فقالوا لنا أخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدرك أنها رقى خذوها واضربوا لي بسهم واضربوا لي سهم عشان يبين حل هذا الجعل حل ذلك الجعل كذلك أيضا رواية التالية الشروط في رقى بفتاحة الكتاب اشترطوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء يبدأ موت في مكان فيه لديغ أو سليم يقال أيضا على اللديغ سليم يعني نقول تفاؤلا عندنا رجل سليم أو رجل لديغ لديغ يبقى أساس لديغة بهذه الحية أو هذا العقرب ويقال أيضا رجل سليم تفاؤلا يبقى تفاؤلا ده رجل معافى يبقى ده تفاؤلا ومعينه مريض وبيعلة لكن لما بتقال دي بتقال على سبيل للفعل فقالوا فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ فتحة الكتاب على شاء يعني اشترد كده أن يدعو له جعلا من أسيا فقرأ فتحة الكتاب على شاء على جعل فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكره ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجر حتى قدم المدينة فقال رسول الله أخذ على كتاب الله أجر استنكروا عليه هذا الأمر إن هي الرقية كانت بفتاحة الكتاب فكيف يكون له ذلك الجعل مقابل قراءة القرآن مقابل قراءة القرآن فلذلك أمكروا عليه هذا وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجر فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يبقى حل هذا الأمر حل هذا الأمر يبقى الرقية إن كان مقابل الرقية جعل إذا برأ ذلك الرجل فعلى ذلك لا حرج وحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي معلم الناس القرآن هل لون يأخذ أجرة أم لا إن كان في استغناء عن ذلك فالأولى أن يعلم بلا أجرة إذن كان في استغناء لكن قد يكون معلم القرآن في حاجة وانقطع لهذه المهنة وبالتالي لا يقتط إلا من خلالها يبقى على ذلك ينتوي بهذا الأمر أن يصيب أجر الآخرة وكذلك يصيب أجر الدنيا من خلال هذا الأجر الذي يأخذه مقابل تعليم القرآن ونحن نحتاج إلى معلم القرآن يعني نحتاج إلى معلم القرآن فطبعا معلم القرآن لابد أن يكون عنده فرغ يستطيع أن يعلم الناس لو كان يعمل ويتكسب ليقتات فلا بيبقى من وقت إلا القليل من الوقت فلا يستطيع أن يؤدي قلنا ممكن عن العمل أو مشاق ذلك العمل تمنعه أن يواصل فنحتاج إلى معلم القرآن فعلى ذلك ممكن يتفرغ لذلك العمل مقابل أجرة يأخذ هذه الأجرة ممن يعلمه القرآن لما جاهز هذا الأمر خاصة لو كان في حاجة ولو لم يكن في حاجة وأخذ على ذلك نقول له الأولى أن لا تأخذ على كتاب الله سبحانه وتعالى شيئا طالما كان في غنى عن ذلك المن لكن لو أخذ لا حرك لو كان فقيرا يبقى بنحتاج أن يكون ذلك رجل معلم القرآن موجود لتعليم الأبناء ويتعليم من أراد أن يحفظ من كتاب ربي سبحانه وتعالى ويأخذ على ذلك الأجرة حتى يقطات يبقى دي ممكن تكون مهنة وبيأخذ الأجرة على حبس الوقت حبس الوقت حبس نفسه مقابل أنه يقطات من خلال ذلك الأمر قال باب رقية العين قال باب رقية العين قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يسترقى من العين أو أمر أن يسترقى عين تبقى دايما الشك ده بيبقى من راوي ليست من عائشة رضي الله عنها التي تروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من راوي ترى قالت عائشة أمرني النبي أن يسترقى من العين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين أيضا في رواية عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة باب رقية العين من الحسد يبقى رقية العين يبقى نرقي ذلك المحسود من العين طبعا في أيضا طريقة أخرى يعني كيف بيأتي بالعائن دهوت وكذلك يغسل داخلته ثم يأخذ ذلك الماء ويصب من خلف ذلك المعين فيابرى بإذن الله سبحانه وتعالى وهي ما يعرف بالنشرة لكن هي بتكلم على رقية العين كيف يكون قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين يبقى العين حق كما سيأتي الترجمة التالية العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسألة الحسد سألة الحسد والحسد ده ممكن أن توقع أن يقع من الرجل الصالح يتوقع أن يقع من الرجل الصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الرأي الإنسان ما يعجبه أن يبرك على ذلك نقول ما شاء الله تبارك الله إبا دي على ذلك لا يقع الحسد لكن لو لم يقل ذلك فممكن يقع ذلك الحسد إبا الحسد ممكن يقع من الرجل الصالح نعم هو لا يقصد أبدا زوال يعني هذه النعمة عن غيره ولكن هو إذا رأى ما يعجبه ولم يبرك عليه إبا نخشى أن يقع ذلك الحسد فلذلك قالت عائشة رضي العنى أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين إبا دي مسألة الحسد قالت أم سلمة رضي العنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة سواد كده في الوجه أو لون مغاير الوجه يعني السفعة دي إما أنه سواد في الوجه كما قالوا أو أنه هو لون مغاير للون الوجه إبا بنجد كده شيء متغير إبا ده الوجه مثلا له لون والسفعة دي لها لون آخر فبيبان قول ماذا بك ما بوجهك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في بيتها جارية في وجهها سفعة قال استرقوا لها فإن بها النظرة دي محسودة قال استرقوا لها فإن بها النظرة إبا دي محسودة إبا الحسد أيضا نرقيه بفتاحة الكتاب وأيضا بالمعوذات إبا نرقيه بفتاحة الكتاب والمعوذات فلذلك قال لما رأى جارية قال وفي وجهة السفعة استرقوا لها فإن بها النظرة إبا بها النظرة أي أنها محسودة أنها محسودة يبا حتى في نفسك أو في ولدك لأنها ساعة الإنسانية الأربية و إ Spencer يلبس آanno يلبس كذا ويدخل ذلك العجوة إلى نفسك فعلى ذلك اقول قل ما شاء الله تبارك الله وبما ذلك قال город ما شاء الله تبارك الله الأم ترضع الولد و أكل على ذلك تقول أكل ق下次 اكل أكلها فعلى ذلك نقول ما شاء الله تبارك الله أي صور يعجبنا سواء كان في أنفسنا أو في أولادنا أو في أموالينا أو غير ذلك نقول ما شاء الله تبارك الله فلولا إذ دخلت جلتا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى الإنسان دايما في مثلا يقول ما يحسن المال إلا أصحابه إزاي يحسدوه يعني واحد ممكن يحسن الماله هو كشؤم المخالفة إذا رأى ما يعجبه ثم لم يبرك عليه يبقى إن قال ما شاء الله تبارك الله يبقى على ذلك عينه لم تكن بعين حاسد ولكن عرغم أنه لا يقصد الحسد ولم يجري في داخله ولكن ده شؤم المخالفة يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام لما قال أطفلنا الليلة على سبعين امرأة تنجب كل امرأة فارس يقاتل في سبيله وجاءت في سبيل الله قلنا أنه صالحة وهو أعلن عن نيتي ونواياه لم يقصد بذلك في غشاني للنساء أن يصيب ذلك كشهوة أو أنه يعني يأخذ ما يريد من هذا الأمر من أولاية النسوة لهم ملكه ملك يمينه فعلى ذلك لكن قصد إيه أن يصيب كل امرأة وتنجب فارس وجاءت في سبيل الله قلنا ليه صالحة ولكن لما لم يستثني عقمت كل نساء فلم تلت إلا امرأة واحدة نصف ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دائما شؤم المخالفة هذا شؤم المخالفة في المخالفة ولا تقول لنا شيء إني في عمل ذلك ذلك غدا إلا أن يشاء الله يبقى مجرح حتى لو نسى حتى لو كان نسيانا يعني حتى لو كان نسيانا فلذلك إحنا بنتبه بأن الإنسان لما يقدم على فعل خير فماذا يصنع إما يقول إن شاء الله يعني كان مثلا بيعني عن هذا الأمر أنا أريد أن أصدق بكذا فقل إن شاء الله قل إن شاء الله بأنني أقول لك أنا ستصدق وأعلى عن نية الحسنة لكن على ذلك شيء من مخالفة أنه يخالف الآن لأن أي عمل مستقبلي لابد أن يعنق هذا الأمر على مشيئة الرب شبحانه وتعالى إبنية موجودة والعزم موجود لكن لا يتكلم بأمر مستقبلي إلا ويستثني أي يعلق ذلك بشيئة الرب شبحانه وتعالى ولا تقول لها شيء إني فاع من ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال سليمان عليه السلام هذه القصة واضحة جدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى لأعطاه الله ما تمنى لو قال إن شاء الله وفي رواية قال قال له صاحب الملك بيذكره قل إن شاء الله ولكن لم يقل ذلك الأمر يبقى أنه مسماعش وغير ذلك فلم يقل ذلك الأمر وبالتانية صالحة وعلى ذلك أعلن عن نيتي وعن مقصدي ولكن لما لم يستثني عقمت كل النساء فلم تلت إلا مرأة واحدة ولدت نصف ولد ولو استثنى لأعطى الله عز وجل ما تمنى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هنا يقع منك الحسد لغيرك يقع الحسد لغيرك كيف يقع الحسد أنك رأيت ما يهجبك ثم لم تقل ما شاء الله تبارك الله يبقى دي بتمنع مسألة الحسد يبقى يقع الحسد برجل الصالح لا يتمنى زوال النعمة عن غيره ولكن يقع ذلك الحسد قل باب العين حق ثم ذكر عليه عن أبي رايلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم العين حق ونهى عن الوشم يعني العين حق يبقى يقع من خلالها ذلك الحسد يقع الحسد من خلالها وبالتالي يعني أنه يعنياس وكما بيّن قال فإن فيها النظرة نولو فلندا ابن نظرة فلان ده ابن نظرة يعني يعني بيتحسد بسرعة يبقى بيتحسد بسرعة لذلك ماذا نصنع دايما كده الرقية يعني الرقية يبقى نرقي الأولاد ممكن ترقي الزوجة ممكن ترقي نفسك يبقى رقية الإنسان لنفسه أو لغيره أو لأولادي يبقى على الأساس كما بينا الرقية من العين يبقى الرقية إلا من عين أو حما كما بينا في رواية عمراء بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقية إلا من عين أو حما أو اللي هو مسألة لذغ العقرب أو الحية قال باب رقية الحية والعقرب ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنه عن الرقية من الحما فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حما يبقى قالت رقية الرقية من الحما إلا هو السم أساسا سواء كما من عقرب سواء كما من حية أو أي شيء يؤذي الإنسان بصمه فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حما مش من العقرب فقط مش من لذغ العقرب ولا يعني الصعبان أو الحية ولكن من أي شيء ممكن يكون يعني بيلدغ الإنسان ويصب ذلك السم في الإنسان يبقى الرقية لا رقية إلا من عين أو حما يبقى هذه جمعة ما من الأمرين الرقية من العين والرقية من الحما اللي هي السم العقرب أو الحية قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية عن عبد العزيز رحمه الله قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت رحمه الله يا أبا حمزة اشتكيت فقال أناس ألا أرقيق برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهلي يمسح يدي اليمنى ويقول اللهم رب الناس إذب الباس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أن ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله طربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا رقية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرقي المريض كيف كان يرقي بأي كلمات يبقى الرقي كيف نرقي يبقى على ذلك بيان أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء إليه ثابت رحم الله قال يا أبا حمزة أنس بن مالك اشتكيت يعني هو يقول أنه مريض أصيب بمرض ثابت يقول أنه أصيب بمرض فقال أنس رضي الله عنه ألا أرقيق برقية الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قال بلى يعني أرقيني فقال اللهم رب الناس مذهب الباس إيش في أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما يبقى دي من ضمن الجمل التي تستعمل في مسألة الرقية يبقى دي من ضمن الجمل التي تستعمل في الرقية يبقى لها جمل متعددة يبقى طالما كانت الرقية بكلام عربي مفهوم ليس فيه إبهام وليس هناك كلام غير العربية فيبقى دي الرقية صليحة يعني الرقية معناها عبارة عن كلام نعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة إن كان هناك مخالفة يبقى ننحيه كان فيه شركيات أو كلام كده مبهم لا نعلم له معنى يبقى لا نقول في الرقية إلا الكلام الفصيح له معنى ويكون معنى لا تخالف الشرع وكذلك يبقى أي كلمة غامضة يبقى لا نتكلم بها فيه أي كلمة غير عربية برضك لا نتكلم بها في الرقية أي كلام فيه شركيات إبا لا تتكلم بها في الرقية يمكن الرقية بكلام مفهوم ومعلوم المعنى ولا يخالف الشرع فكان من هذه الأمر طبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أفضل شيء في الرقية استعمل نفس الكلمات التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فكان من دعاية اللهم رب الناس إيش في أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وبينا قبل ذلك حال الصحابة رضي العنم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يخرجون أبدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم آدي في طعامي آدي في شرابي آدي في نومي حتى في مسألة الرقية يبقى أنس رضي العنم لما قال لثابت لما قال لو اشتكيت قال ألا ألقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام محفوظ يبقى كلام محفوظ وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي بقى خير والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ايه معنى الكلام دون معنى احنا نبحث دايما عن السنة وبالتالي نفعل ما فعل ونطرك ما ترك نقول بما تكلم به ونسكت عما سكت عنه يبقى في الرقية ايه مقصدك من الرقية؟ رقية هذا المريض هذا من الشرع يبقى الأولى كده أن احنا نرقي برقى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في رواية عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى يعني يضع يده اليمنى على موطن الوجع قالت كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى تقول عائشة رضي العنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى أي يمسح على الوجع بيده اليمنى ويقول الله رب الناس أذب الباس واشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يعني يذهب بالمرض يعني يدعينه أن يبرأ من ذلك المرض مع أن المرض كفار كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكفر به من خطايا الإنسان يبعا المرض ده من قدر الله والدعاء أيضا من قدر الله وأن ما أنزل الله من ده إلا أنزل له دواء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبعا الإنسان لم يأتي لأخذ الدواء هذا غير قادح أساسا في توكل الإنسان على ربي سبحانه وتعالى أن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل لكن نقول أن القلب لا يلتفت إلى أي سم الأسباب القلب لا يلتفت على ربي سبحانه وتعالى فكان يضع يده اليمنى يمسح يده اليمنى الوجع يقول الله ما رب الناس أذب الباس وأشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقامان ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى يقول أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت قلب الإنسان معلق برب سبحانه وتعالى نقول أن الشافية والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الشفاء الطبيب ده يعني وسطة سبب قد يخطئ الطبيب قد يخطئ ولذلك نحن نتدعو للطبيب أن يوفق في كتابة العلاج الذي يدفع به ذلك الداء وإلا قد يشكل على ذلك الطبيب وكذلك إذا كتب دواء قد لا ينفع لذلك الداء ولكن على ذلك الداء أن الطب عبارة عن تجربة فثبت تجربة أن هذا الدواء يعالج ذلك الداء لكن قد يخطئ الطبيب في تشخيص الداء لأن أعراض الداء دي ممكن تكون مشتركة مع غير من أدواء تأمر الثاني أن هذا الدواء قد لا ينفع قد لا ينفع ذلك المريض على الرغم أنه داء وحدده المريض لقد قد لا ينفع لعوارض أخرى وعامل أخرى قد لا ينتبه إليها الطبيب إذا كنت تدعو الله سجل أن يوفق ذلك الطبيب إلى التشخيص الصحيح وإلى كتابة الدواء الصحيح الذي يدفع به ذلك الداء لكن من الشافي والرب سبحانه وتعالى لأن البعض كده قلبه بيعلق وكأن الطبيب ده اللي حيش فيه بيتخير يعني أحذق طبيب ده أمر مطلوب مفوش حرك لكن قلبه معلق كأن هذا الطبيب بيدي الشفاء يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا ننتبه لأن ديه مرعة قضية يعني مرعة ما الذي بدي الشفاء الرب سبحانه وتعالى الطبيب ده يبقى واسطة وإما أن يوفق وإما أن يوفق قد يصيب الحق وقد لا يصيب الحق فلذلك ندعو الله جل له بالتوفيق لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعش فيه أنت وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يبقى بيديك الشفاء بيدي الله سبحانه وتعالى وحده لا كاشف له إلا أنت يبقى ما فيش أبدا يعني من يكشف ذلك إداء إلا رب سبحانه وتعالى يعني زي ما إحنا قلنا إن ندخل الجنة أحد بعملي ندخل الجنة أحد بعملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هندخل الجنة بفضل الله ورحمته مع أني طبعاً وطلك الجنة التي قلستموا بأن كنتم تعملون صحيح ما بالعمل هو لكن ما الذي وفقه إلى ذلك العمل يبقى الله عز وجل يبقى إحنا دخلنا حتى من دخل الجنة يدخل بعملي لكن هذا العمل كان من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن إفضال لعز وجل ومن رحمته بذلك العمل يبقى دخل بفضل الله ورحمته هنا كذلك لما الطبيب أصاب نقوله ده يعني في إيده الشفاء لا بيده الشفاء سبحانه وتعالى وحده لا شافي إلا أنت قال بيدك الشفاء يبقى إحنا فيه كلمات كده بنخطأ فيها اعتدنا على الكلام بيها يقوله الطبيب ده في إيده الشفاء هو سبب الأسباب لكن ما الذي يبدي الشفاء الرب المعبود سبحانه وتعالى لذلك قال لا شافي إلا أنت لا شافي إلا أنت يبقى الشفاء لا يغادر صقما يبقى الإنسان يصحح بس ألفاظ صحح الألفاظ يبقى هذا الطبيب موفق في تشخيص الداء وموفق في كتابة الدواء موفق وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِالْعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَأَلَيْهِ بِالْعَلَيْهِ لَكِنْ لَا شَافِي إِلَّا اللَّهِ مَا الَّذِي بَيَدِي الشِّفَاءِ الْرَبِّ الْمَعْبُولِ إبا دي أمور معلومات لابد أن تستقر في النفس عشان الناس لنساء لما ينطق ينطق ولا يخالف أمر عقدي لا نخالف إبا ده كلام يعني ده بيتقال وده بنسمعه كثيرا جدا وتبقى كلمة كده يعني على ألسنة الناس إن هذا الطبيب يعني بيده الشفاء بيده الشفاء لا لا من بيده الشفاء الرب صحوه وتعالى بيدك الشفاء يعني قال بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت لكن إبدا هذا طبيب وفقه الله عز وجل التشخص الده وفقه إلى كتابة الدوان أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مريض بسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا كذلك آخر روايات قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لا شافية إلا أنت ودي أيضا صورة من صور الرقية التي كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الريق يضع على أصبعه ثم يمس به الطراب ثم يضع هذا الأصبع عليه الطراب على موضع الواجع ثم يقول بذلك القول بسم الله قال تربة أرضنا ريقة بعضنا يضع الريق على الأصبع ويمس به الطراب عشان يلزأ في الصوبع قال يشفى سقيمون بإذن ربنا لكن الشفاء أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى على ذلك دي من الصور يضع الريق على الأصبع ثم يمس به الطراب يعلق به الطراب يضع الأصبع بالطراب على موضع الألم ثم يدعو له ثم يدعو له هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب النفس أو النفس في الرقية قال باب النفس في الرقية قال في رواية عن أبي قتادة رضي العنو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهوا فلينفذ حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضر وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤية أثقل عليه من الجبل فما هو إلا أن سمعت وهذا الحديث فما أبانيها أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نفس في كفيه بقوله الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان أمرني أن أفعل ذلك به قال النس كنت أرى ابن الشهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه ثم ذكر إرواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهتا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في صفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضفوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهد الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهد إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فلعند أحد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله إلا قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحهم على قطيع من الغنب فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد للعرب العالمين حتى لك أنما نخشط من عقاله فانطلق يمشي ما به قلم قال فأوفوهم جعلهم الذي صلاحهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهن قال باب النفس في الرقية وهو مسألة التفل كما يقول أبو قتادة رضي العنون قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم من الشيطان ما يراه الإنسان في منامي إما أن يكون رؤية ودي عطية من رب صحنا تعالى وإما أن يكون حلم الشيطان زي ما الإنسان بيرى كبوس يقول لك بنا ركبوس يبدأ من الشيطان هذا من الشيطان ولكن الرؤية من الرحمن الرؤية من الرحمن عطية لذلك هذا من أعظم الفرة من أعظم الفرة أن ترى عينك ما لم ترى يعني يقول أنه رأى في منامي كذا وكانه لم يرى على الحقيقة هذا من أعظم الفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن الرؤية دي عطية ورب سبحانه وتعالى كأن الإنسان يقول أن الله أعطاني وأعطاني وليم يعطيه شيئا يبا ده كذاب يجذب كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنها أراد أن تحدث لنا زوجها أعطاها وأعطاها ولا يعطيها شيء قال ده حل كحل لابس ثوبين يزور فكذلك أيضا يبقى الحلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان الحلم من الشيطان معين كل الأمر ده من الله سبحانه وتعالى لكن ده محبة بالشيطان ليدخل الحزن على النفس لكن الرؤية يستمشر بها إنسان ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات الرؤية الصالحة رأى الرجل الصالح أو ترى لا لكن الحلم زي ما نقوله التثاب من الرحمن والعطاس العطاس من الرحمن والتثاب من الشيطان يبقى التثاب الشيطان هو اللي بيخلق ذلك لا الله عز وجل خالق كل شيء لكن ده أمر محبب إلى الشيطان يبقى العطاس من الرحمن والتثاب من الشيطان هنا برضاك الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان نقول لده كل ده تقدير رب سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء والذي قدر ذلك لكن الحلم من الشيطان بش هو اللي بيخلق ذلك الأمر ولكن هذا الشيطان يحبب إليه هذا الأمر يعني محبب إليه هذا الأمر ادخال الحزن على الإنسان ادخال الحزن ما يدخلش عليك الصرور لكن يسعى لدخال الحزن على الإنسان لذلك قال الرؤية من الله والحوم من الشيطان فإذا رأى حدوكم شيء يكرهه ماذا يصنع يقول انظر السنة أتت لنا حتى في أمثال هذه الأمور ساعات بيرى كده الإنسان حلم وبالتالي بيستيقظ منزعج منه منزعج ماذا أفعل ماذا أفعل السنة تبين لنا يبقى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة لم تترك شيئا حتى لو رأى الإنسان يعني من الأشياء اليسيرة أو البسيطة لكن لم يترك لنا شيئا حتى الحلم لو رأى الإنسان ودخل عليه الحزن أو الإنزعاج ماذا يفعل فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم شيء يكرهه فلينفو حين يستيقظ ثلاثة مرات وتعوذ من شرها فإنها لا تضر ما يقصهاش يبقى لما يشوف الإنسان شيء يعني شيء كده يعني يكرهه في نومه يبقى لا تحكي لأحد تحكيهاش ولكن ماذا أصنع تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعذ بالله سبحانه وتعالى من شرها قال فإنها لا تضر لا تضر يبقى الرؤية يبقى ديني تحتاج تعبير تفسير يعني والحلم لا تتكلمني إذا رأى الإنسان ما يكرهه في منامه فلا يقصه على أحد ولكن كيف أتعامل معه كما أدفل عن يساري ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتعوذ بربه سبحانه وتعالى من شرها فإنها لا تضر بإذن الله سبحانه وتعالى أما الرؤية حيث الكلام على الرؤية وتعبير الرؤية فلا يقص ذلك إلا على من يعبر له الرؤية ولا يقص ذلك إلا على من أحب وأحب له الخير قال فلنفذ حين أستيقظ ثلاثة مرات وأتعوذ من شرها فإنها لا تضر قال أبو سلم الراوي عن أبي قتادة رضي وعنه وإن كنت لأرى الرؤية أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها لو حاجة شيء نكره ندفل ثلاثة لنستعز بالله سبحانه وتعالى من شرها فهي لا تضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ساعات الإنسان يعني يقص هذا الأمر على غير نقول لا أنت تخالف دائما شؤم المخالفة يأتي بالوبال على الإنسان وقد يعني يستظر الإنسان هذا الشيء أو يستهيم به خلي بالك من شؤم المخالفة إلا قال أنك أنت لا تقص هذا الأمر لا تقوم وتقص ذلك الأمر على غيرك ماذا أصنع تدفل عن يسارك الثلاثة إن خالف فعلى ذلك احذر من شؤم المخالفة ليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم ذكر رواية عن عائشة رضي العنى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه إبادي من أذكار النوم نفسه في كفيه بقوله الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح به ماء وجهه وملغت يداه من جسده قالت عائشة رضي العنى فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به يعني حتى معين مش قادر يفع يديه ولكن أمر عائشة رضي العنى بأن تفعل معه ذلك الأمر إذا أخذ يديه وتقرأ وتنفذ فيها وطبعا تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما اشتكى كان أمرنا أن أفعل ذلك به قال إذا كنت أرى ابن شهاب رحي الله يصنع ذلك إذا آتها إلى فراشه إما ده من أذكار النوم نرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر